موسيقى يود أن يعرف نفسه للمشاهدين ماذا يقول يقول هاشم محمود كاتب إيرتري رواي موليد إيرتريا عاش فترة من عمره في السودان دخل العمل الرواي من عجل توصيق ما يمكن توصيقه من الأدب الإيرتري وإكمال مسيرة ما بدأه الأباء أمسال العملاق محمد سعيد ناود فهو يعتبر الأب الروحي للأدب الإيرتري تمام أستاذ هاشم لو حدثت لدينا فكرة موجزة أو مختصرة عن دولة إيرتريا الشقيقة دولة إيرتريا دولة أنشئت بقرار من المستعمر الإيطالي على قريطتها الحالية في العام 1890 وثم بعد انهيار الطليان في الحرب العالمية الثانية عصبة الأمم المتحدة قالت حكم إيرتريا إلى بريطانيا ومن بعد بريطانيا دخلت إيرتريا في مرحلة مظلمة ضمت فيدراليا إلى إثيوبيا بقرار جائر وقير مدروس من أجل المسالح الدول الكبرى إيرتريا العاصمة أسمر أهم الموانئ عصب ومسوع المدن على سبيل المسال مدينة كرن في الوسط الإيرتري وأغغضات في القرب الإيرتريا دولة إيرتريا تمتاز بساحل بحر طويل تتجاوز الألف كيلو ولها العديد من المرافع البحرية كما إيرتريا تمتلك ذخيرة قوية من الجزر كمية كبيرة جدا من الجزر دولة نقدر أقول سياحية مثلا نعم لا شك في ذلك يعني سياحة لا شك في ذلك إيرتريا هي تنطبق على مقولة ثلاثة مواسم في ساعتين يعني في خلال ساعتين مرورك في بعض المناطق بتمر على ثلاثة فصول يعني مثلا فصل الخليف في منطقة ثم فصل الربيع ثم فصل الشتاء أو الصيف في منطقة أخرى يعني جو مميز مميز جدا خاصة المنطقة المرتفعة الهدب وامتداداتها أستاذ هاشم تعريف الأدب من وجه التنظر حضرتك وإيه هدفه أو أهدافه وتأثيره في المجتمع وتأثيره خاصة في الثورة الإيرترية طبعا الأدب هو يعتبر مكمل الحقيقة ويعكس واقع مجتمع معين تعريفي له ويقدم صغافة المجتمع في غالب قد يكون مختلف على النمط العادي بالنسبة للأدب في الثورة الإيرترية وهذا كلام كبير جدا وقد لا يسعنا المجال نتحدث فيه كثيرا باختصار يا فهد باختصار الثورة الإيرترية أولا أسست هنا بالغاهرة 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 في العام 1962 تحديدا في منطقة شريف يعني باب شريف والغاهرة أيادي بايداع للثورة الإيرترية سجلها التاريخ وحب هنا ونذكر أنه أهني الرعيل الأول من الثورة الإيرترية والآباء المؤسسين وإن كانوا من هم أجداد الأدب لعب دور كبير في الثورة الإيرترية على سبيل المثال للحصر الشعر باللغاء والأقاني كانت تبس الحماس وكان هناك من يتأثر بهذه الأقاني الثورية ويلتحق بالثورة بالساحة فالأدب يعتبر العمود الفقري للثورة الإيرترية تمام لو حلقا كلمنا عن بداياتك الأدبية بداياتي الأدبية بدايات الأدبية قد تنقسم إلى قسمين قسم الأول هو المحاولة محاولة دخول العمل للرواية فعمر قد إيه فانتب تقريبا كده أنا بدأت تقريبا بالعام 2013-2012 في هذه الفترة بين 2012-2013 بدأت المحاولات الأولى ولكن توقفت لم أستمر في هذه المحاولة أو جمدته سبب التوقف كان إيه؟ التخوف من المجال لأن دخول مجال الأدب وأنت مزحوم بأعمال ومزحوم بأسرة ومزحوم ببرامج قد لا تواصل قد لا تستمر فيه لفترة طويلة وقد يحتاج منك إلى مجهود لكن عودت في العام 2017 أنا توكل على الله كان سبب العودة إيه؟ إيه شقعك على أنك ترجع تبتدي من جديد؟ كان الدافع الرئيسي أنه تكملت مسيرة ما بدأه الآباء والأجداد هدف وطني يعني؟ هدف وطني لأبحث توسيق مسيرة الثورة وتوسيق مسيرة النضالات الإريترية والعمل على التكملة هناك بدأه كتاب إريترين كما ذكرته من الرئيسي الأول السيد المرحوم محمد سعيد ناود رحمة الله عليه في روايات رحلة الشتاء فأريدت أن أكمل هذه المسيرة وأتحدى نفسي والسعاب وأن يكون لي بصمة في التاريخ الإريترين أو في الأدب الإريترين طيب حدث لو أكلمني عن أهم الصعوبات اللي حدثة وجهتها بشكل شخصي أو الأدب الإريترين بشكل عام بيواجهها جيلي قد يعاني كثيرا لأنه نحن نعتبر جيل المخضرمين عصرنا فترة الثورة في أواخرها مرحلة قبل تحرير كاملة تراب الإريترين ومرحلة الدولة فقد أكون في مرحلة في المرحلة الأخيرة من الثورة العمر قد لا يسوفك بالإمام إذن أنت تحتاج هنا إلى مرشد أو تحتاج إلى من تستمع معه أو تحتاج إلى أن تجلس مع المناطلين والمثقفين الذين عاصروا تحديدا فترة السبعينيات فترة قوة الثورة تحتاج إلى أن تراجع وليس كل من تراجعه يمتلك زخيرة معلوماتية يقدمها لك تحتاج إلى أن تدقق الأمور تنقل كلمات المناطق الجغرافية حلال الدراسة وإطلاع وثقافة لا شك كله له دور كبير فهي تعتبر صعوبات جدا الحصول على المعلومة من الشخص الذي كان في الحدث أو كان من ضمن الأجيل الرائد والغالبين العزمى أقول توفاهم الله طيب من هم الأدباء اللي سيادتك بتعتبرهم قدوة ليك أو اتأثرت بيهم سواء أدباء عرب أو في إيرتريا بشكل خاص للأسف الشديد لم أتأثر أو لم أرتبط بأي قط يعني ليك مدرسة خاصة بي انفردت بها أردت أن أدخل إلى مجال الأدب وأقدم نفسي بما أراه يخدم المجتمع بمعنى لو تأثرت بأي كاتب أو رواية آخر فأنا أنا مجرد مخلد لا أكثر ولا أقل أو مجرد استنسخ أسلوب لا فلنكن واضحين أكثر لخط الواضح جدا الذي أعتبره فيما بعد هل هو خط محدد يعني مثلا في اتجاه واحد ولا متنوع يعني بحضة تكتب أعمال سياسية اقتصادية يعني اجتماعية إيه نوع المدرسة اللي حالك تنتمي إليها؟ أنا انتمي في الأدب إلى المدرسة الواقعية 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 لأنه أحيث أنه في كثير من الأعمال تحتاج إلى أن نكون واقعين في عكسها في عكس الثقافة في عكس الأدب في عكس التاريخ أما بخصوص الأعمال المجالات التي أحب أن أكتب فيها عن نفسي فأنا أتمنى وهنا من هذه المنصة أتقدم بمناشد لكل إيرتري أن يكتب على تاريخ إيرتريا فتاريخ إيرتريا ذاخر وغني ويحتاج إلى تنقيب ويحتاج إلى تدقيق وإلى تمحيس وكل كاتب يقدم عمله بتحديداً في التاريخ الإيرتريا يجب أن يكون محايد لأننا في فترة الثورة كنا أكثر من فسيل وكنا أكثر من اتجاه هل تشعر حضرتك أنت فيه تقصير من الكتاب عندكم فيه إظهار إيرتريا أو الأدب الإيرتريا بشكل واضح ومميز؟ في السابق استطيعنا أن أقول أن الشعب الإيرتري كان همه الأول والأخير هو تحرير كامل التراب الإيرتري وبناء الدولة الإيرتريا لكن كانت هناك محاولات في السابق والآن ما شاء الله ساحل الإيرتريا فيها العديد من الكتاب والكل مجتهد الكل مجتهد في تقديم ما يراه مناسب ما يراه يقديم المجتمع الآن لا أستطيع أن أذكر كاتب على حساب كاتب وأتجاوز غامة وأكون تدقلت في مجالات النديع لكن هناك كتاب إيرتريا في الفترة الأخيرة ظهروا ولهم بصماتهم ولهم قطوطهم الوطنية ولهم قطوطهم التي يقتنعون بها غير ذلك طيب فندم أكيد كل كاتب له تقص معينة بيتبعها لما يكون في بداية مشروع أدبي جديد إيه تقص الكاتب الكبير هاشم محمود؟ عندما يشرع في كتابة عمل أدبي جديد دعيني أكون واقعي وأكون منطقي وأرد على بعض التساؤلات التي قد تكون تحوم حول بعض الأصدقاء بطبعي مزحوم إنسان موظف له عائلة له ارتباطات أخرى اجتماعية ارتباطات تهتم بشؤون الريترين يميناً كان أو يسارة فالوقت عندي ضيق جداً كثيرون يتساؤلون متى يكتب هاشم محمود؟ الإجابة من هذه الحلقة هاشم محمود يكتب في الفترات المتأكرة من الليل حينما يكون الأطفال قد ناموا والهدوء واحتاج إلى التركيز ولازم تكون أمامي كاسة الشاي والطاولة تكون على ودع معين والاتكاء يعني برنامج أعتدت عليه وفي الفترات الصباحية إن كان لي وقت متسع من الوقت أقوم بترتيب الأفكار التي كتبتها بالأمس من إعادة وحسف وتجميل وتجديم وتأخير هذه أهم التقوصة التي ممكن أو أهم البرنامج الذي يهتم به هاشم محمود طيب اسمح لي أستاذ هاشم نطلع فاصل قصير ونعود مرة أخرى إن شاء الله أعطي المشاهدين فاصل قصير ونعود مجدداً للأستاذ هاشم محمود وهذا اللقاء الشيق أعزائي المشاهدين عدنا من جديد برحب بحضتك مجدداً أستاذ هاشم أهلاً وصلاً حلقتك تكلمني دلوقتي عن أهم أعمالك الأدبية أعمالي الأدبية هي أربعة العمل الأول هو الطريقي لأدال الطريق إلى أدال الطريقي لأدال ومن لا يعرف أدال أدال هي المعركة الأولى في الكفاح المصلحة الإيرتري ضد العدو الاثيوبي بتاريخ 1961 وبقيادة البطل الشهيد القائد حامد الريس عواتي ورفاقي الميامين من الرأي للأول هل هو عمل واقعي؟ عمل غد لا يكون واقعي ولكن عمل يسرد فيه سرد لهذه المرحلة يعني اقتباسات ومحاولات وتأكيد لبعض التواريخ فالطريقي لأدال هو نعتبره عمل تاريخي يقسد برحلة تاريخية زمرية محددة نعم في تاريخ الثورة الإيرتريا العمل الثاني هو تقربة تقربة هي المعركة المواجهة القوية المباشرة والمواجهة التي أكسبت الثورة الاعتراف في فترة أدال كان المستعمر الاسيوبي يطلق على الثورة أسمع مسميات خارجيين عن القانون وما أدراك إلى آخره ومجرد قطع طرق ومجرد هؤلاء مناطقيين وما إلى ذلك ولكن ضربة 15 ثلاثة 1964 تقربة بقيادة أبو ريجيلا رحمة الله عليه ورفاقه الميامين كانت نقطة تحول في الثورة الإيرتريا أعطت الثورة اعتراف وبدأ هيلة سلاسة الإمبراطور الاسيوبي يتحدث علنا عن الثورة وعن الحلول المقترحة لإخماد هذه الثورة هذا العمل في حد ذاته كان يجسد تقربة في مشاهد رمزية يعكس تعكس مرحلة التقربة نأتي بعدها إلى العمل المتنوع أو التنوعي شتاء أسمراء شتاء أسمراء لعاصمة إيرتريا شتاء أسمراء هي مجموعة قصصية قد تكون رمزية وقد تكون واقعية أنا لا أريد أن أحرق العمل ولكن الكل إلى ماذا ترمز أو يرمز هذا العمل؟ هذا العمل يرمز إلى العاطفة وإلى الإنسانية وإلى كل ما يدور في مخيلة الإنسان الإيرتري من مراحل الثورة والدولة يعني هو عمل يعتبر شامل وعمل تنوعي أنصفت فيه دفعتي في الجامعة السودان للعلم والتكنولوجيا بجزء بسيط عن فترة الجامعة شتاء أسمراء صراحة مجموعة قصصية متنوعة الكل يفسرها كما يريد وكما يحلولهم أنا لا أريد أن أدخل في تفاصيل العمل أكثر من هذا نأتي بعدها إلى عطر البارود عطر البارود عطر البارود هذا يعتبر الإسم يعني مش حاسنه غريب شوية فقدم عطر البارود يعني نحن عطر البارود البارود طبعا يعشقه الجندي يعشقه؟ الجند الجند ويعشقه الثوري والبارود هو المفتاح الأخير لأي عملية معقدة الحل الأخير الحل الأخير بما أنه هل هي ثقافة عندكم؟ نعم ثقافة ثورية فرحنا شعب ثوري أصلا شعب ثوري كنا نعيش في فترة من استعمار إلى استعمار إلى استعمار فكان لابد من دخول إلى مرحلة ثورة وكان الجندي يستمتع الجندي الإريتري أحشغل والبارود وعطر البارود عمل يسرد مسيرة لمجموعة من الشباب من الداخل الإريتري نزحت إلى منطقة في الثودان ثم استلهمتها الثورة وحداش الثورة فعادت مرة أخرى إلى الساحة حققت انتصارات وتحرر كامل التراب الإريتري وحصلت فيما بينهم من أشياء تتذكرهم للأيام التي كانوا عليها فأنا أعتبر عطر البارودو عمل جميل جدا وعمل يعكس مراحل مختلفة في الثورة في إريتريا وفي الثغافة الإريتريا أصد هاشم أي أعمال حددك مقربة لنفسك؟ وأيوب تحب أنه يكون عمل سينمائي؟ بالضبط العمل هنا السؤال المزدوج المقرب إلى نفس الطريق إلى أدالة فكل إريتريا عشق أدالة ومن أدالة ولد الأبطال هاي أنا أعتبره عمل تحس كأنه ابنك البكر فريعا أنه وقتنا فعلا معتش معنا بيئتين بحث؟ عطر البارود عطر البارود هو مفروض يكون عمل وثائقي عمل فيلم بشيء هو عطر البارود أنا بالنسبة لي مميز جدا يعني هو آخر عمل صدر هذا تحب يكون عمل فيلمي أو تفضل أن يكون عمل فيلمي؟ يتمنى يتمنى أن يغيم تقييم سليم ويأخذ نسيبه في التقييم أخيرا أستاذ هاشم تحب توجد كلمة شكر لمين؟ أنا من هنا أتقدم بجزيل الشكر لأخي وصديقي العملاق حسين حسين جبيل هذا الرسام الذي يضع بسمات تجعل كل إنسان تجعل كل كتاب جاذب كما أتقدم بجزيل الشكر إلى كل إخوة المصريين سواء كان الفن على رأسهم أخي مفرح سرحان شاعر العظيم كل الذين رحبوا بي ولا أريد أن أذكر أفراداً وإحنا كمان يا فندم نشكرك جداً على تواجدك معنا وشرفتنا وكان لقاء الحقيقة مفيد ومثمر تعرفنا عن حضرك شخصياً وعن دولة إيرتريا الشقيقة أشكرك جداً يا فندم نتواجدك معي أعزائي المشاهدين شكراً لتيم المتابعة انتظرونا إن شاء الله في الأسبوع القادم حلقة جديدة وبرنامج لكل الناس